اشتركوا في القناة سيما بغيت الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين عن مولانا الرضا عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال هذا الحديث الذي وعدنا سابقا إن شاء الله إذا الله وفقنا نتكلم حول هذا الحديث بأجمال لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه أما السنة من ربه فكتمان سره والله عالم الغيب وهو الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا إلا من التضام الرسول وأما السنة من نبيه فمدارات الناس والله عز وجل أمر رسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأما السنة من وليه فالصبر على البأساء والضرات أفكر أن الأسبوع الجاي أطلع خلي بدال تفصيل هذا الحديث نتكلم حول موضوع استفادة من هذه الأيام الآدثية لأن مدة تقريبا عشرة أيام يصير أطلع ومئة بالمئة تكون مجال وأكثر التوفيقات الإنسان يحصلها في هذه الأيام المعنوية اللي الإنسان أكون مجال أكثر لأمور غير دراسي الطالب إذا ما عنده برنامج لهذه الأيام يخسر خسران عظيم اللي عنده اهتمام هاي روحية له اهتمام مهمة اليوم أستاذ ما يجي عندي شي عمل أسوي له اللي ما عنده عمل يعني ما عنده برنامج من باب المثال صلاة أول الوقت مستحب له واجب مستحب لكن ليش القد مهم ما ورد في صلاة أول الوقت من الفضائل قد ما ورد في بعض الواجبات ليش لأن إنسان اللي يهتم بأول الوقت إنسان منظم كل شيء على حساب فهذا موفق ولو مستحب لكن آثاره علاءة مهمة واللي يستفيد من الأوقات الفارغة من الدروس قد يتوفق في المستقبل ليش؟ لأنه كاشف عن اهتمامه بالمستقبل مش كال إنسان يريد يكون عنده عمر كل عمر الإنسان يوما أو بعضا يوم فاسأله عاد الدين مش كال إنسان من يموت يشوف البرزخ ملايين سنة أقل أكثر ما أدري وبعدين يوم القيامة خمسين ألف سنة اللي ما ندري من يا سنة لما يسألون هذا الإنسان كم كان عمر الدنيا أيام الامتحان يقول يوما أو بعضا يوم فهذا النصف يوم إذا نصفهم يروح ملاش أيام جنة أيام الطفولة ما استفاد وراء الأربعين أنا أقول لكم مو وقت التحصيل والجمع خلاص يمكن قديم كان خمسين ستين سنة بعد قوي يقدر يشتغل بس إحنا هاي أكلاتنا هاي جونة هاي أمور هاي مشاكل هاي الأمراض الموجودة من يقدر وراء الخمسين لتنتظر يصير معجزة إذا حصلنا جمعنا شيء للشغل للخدمة للتحصيل للتبليغ للصعود هذا ما بين خمسة عشر ستعاش سنة عمر إلى أربعين نقص منه الليل أيام ساعة الاستراحة والأكل ما يبقى شيئا سماء الشرح بعد فإذا إنسان ما يستفيد من الثواني من الدقائق ما يحصل حقيقة ما يحصل شنو نسوي خليكم عدكم برنامج كتابة تقوية القلام الجلوس مع الشباب إذا عدكم منطقة هنا روحوا منطقتكم جمعوا شباب جمعوا الأولاد سووا مجلس ما يجون ما يهتمون خليوا سرعتكم في النوع من الجاذبية إذا أنت خطيب أنت أسعد من بل إذا أنت مخطيب حظر فد مطلب فد حديث فد آية من أشياء اللي تعلمت وبعد ينعزم واحد خليه يقرأ نعي وقرايا ويكمل المجلس ويقوم حضور مهم اهتمام مهم يجي واحد بعد المجلس يقول لك شيخنا خلينا نقرأ سورة الحام شوف صحيح كافي يجيك بعد واحد يقول أني بالمدرسة يقول لولي فتشوفها اعتقادية شوفها يشوفها تمام شفتوا شلون إنسان يقدر يستفيد من حرف حرف الآن أذكر آية في هذا البور الآية 32 سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أكو بعد مثل هذه آية في القرآن لو ما أكو أكو في سورة الصف آية الثمانية لكن بشي قليل من الاختلاف يريدون ليطفئوا هناك شمشان أن يطفئوا هذه الدقة ليش أنا أسأل هذه الدقة فارق بين رجال الدين والغير الناس واحد إذن لا يستمع واحد لا يستمع لكن رجل الدين لازم يدقق أي كلمة أي مطلب أي لافتة أي اتفاق خارجي مثلا تعبر تشوف مسجد خلوان أو بكل كبار السن لغيرك يعبر ما يهمه بس أنت لازم يختلف لما شفت جامعة ما بأحد معناه شنو إما ما بي إمام جماعة وإما إمام جماعة كبير في السن وإما شاب لكن ما يخلي وقت على المصلي ما يشتغل صحيح إذا عبرت من كوفي شاب أو مثلا مقهى شفت ازدحام وتسعين بالمئة شباب غيرك يعبر ما يهمه لكن أنت لازم تشوف ليش جاي هنا شنو سببه ليش حضوره هنا يلقى هاي بمعاني فهاي الدقة في جميع المور احنا نحتاج يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره هناك شنو شان يأبى الله والله متم نوره ولو كره الكافرون لكن في الموضعين في السورتين أكو آية وراء هاي الآيتين بلا أي اختلاف شنو هاي الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هاي الآية صاير إلى الآن لو ما صاير ما محقق لو مو محقق ليظهره على الدين كله هاي الأسبوع دروسكم كان هو هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله صاير لو ما صاير ما صاير هاي من الآيات الغيبية لن تدرون من معجزات القرآن الإخبار عن المغيبات ما صاير غلبة الروم أن نزول الآية ما كان صاير بعدين هذا ما يصير نريد أن نمنع على الذين استطعفوا نجعلهم أئمة لقد كتبنا في الزبور أن الأرض فيصير هاي وعد إلهية من البعد الغيبية فكل الأرض ينادون يا أمير المؤمنين كل الأرض ينادون يا حسين يا زهراء سلام الله عليهم أجمعين لكن قبل ذلك الآية السابقة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم اللي ما قاري أصول ما يدري كلمة يريدون شنو بمن المعنى اللي ما قاري أدبيات ما يدري شنو الفارق بين يريدون أن يطفئوا ويريدون ليطفئوا لكن جنابك تعرف يريدون أن يطفئوا شنو فرقها ويريدون ليطفئوا يريدون أن يطفئوا أن مصدرية بعد التأويل بالمصدر شنو يصير يريدون اطفاء نور الله جملة كاملة خلاص يريدون اطفاء نور الله لكن سورة الصاف يريدون ليطفئوا شنو يريدون ومذكور جملة ناقص يحتاج تقدير يريدون شيء اللي ما ندري شنو ليطفئوا نور الله اكو قاعدة في علم الاصول انتو قاري حظ في المتعلق كاشف عن العموم اللي ما قال هاي العلوم ما يقدر فلازم نكمل قوانا في هاي العلوم بعدين نقدر نتأمل ونطلع الاجوب لأسألة الناس يريدون جميع الاشياء لاطفاء نور الله وايضا في الحديث هموارد عن الامام الصادق عليه السلام ارادوا جميع الاشياء لاطفاء نور الله الارادة في علم الاصول مرحلة قبل الفعلية مرحلة المصالح والمفاسد مرحلة الانشاء مرحلة الفعلية مرحلة التنجس الارادة والكراهة وين محلها؟ من هاي المراحل؟ قبل الفعلية يعني بعد مرحلة الانشاء او في نفس مرحلة الانشاء مرحلة الانشاء مثلا اذا واحد يريد يشتري بيت يريد يشتري يعني عنده ارادة لازم يكون عنده فلوس ام لا فاللي ما عنده فلوس يصير عنده ارادة شراء البيت الارادة بعده وجود الموهلات المبادئ المقدمات لازم كل المقدمات موجودة وبعدين يصير عندك ارادة اللي يريد يتزوج عنده اخ اكبر والعائلة كذا وهو دي يعيش في منطقة بعيدة وا وا آلاف وا يقدر يقول اني اريد تزوج راح ولد الخطابة قال له له هاي شلون قال نصف صار الحمد لله شلون نصف صار قال قبلت انا اريد بس باقي هي تجاول هذا قلط كل شي ما صار نصف صار يعني شنو لان ارادتك متوقفة على ارادة الزوجة هاي مو ارادة حقيقتها فاذا انسان عنده فلوس وراح دور نفس المنطقة لقى بيت على مقدار ما عنده من المال يقدر يقول اشترت بيت لا بعده ما صار فعلية بعده في مرحلة الارادة يجي صاحب البيت يقعد بالمكتب حتى يكتبون لعقد البيع بعده صار الى ارادة لا لهذا يتشوفون قبل اللي يكتب يصير فد كلام فد نزاع او تلفون يخابر يشيل تلفونه منك الصديقة يقول اش قد تبيع فلان انا ابطيك اكثر فيبطل فيتبين بعده اخر مرحلة قبل التحقق يسموه ارادة اللي يمنع الفعلية شنو المانع يريدون ليطفئوا نور الله اللي اراد يطفاء نور الله وصل الى مرحلة كلمة الارادة والله متم نوره ما رد اشرح كله بس باختصار شوفوا النقات الموجودة كلمة نور مكرر في هاي الشريفة مرتين الاول اضافة الى اسم الجلالة يريدون ليطفئوا نور الله وبعدين الى شنو والله متم نوره شنو الفاغ بين الضمير واسم الظاهر هذا غيرك ما يدري بس انت ان شاء الله تدري الا اسم الظاهر اسم علي يعني اراد المتكلم بيانه بوضوح الضمير ميرد يبين بوضوح فاشار اليه بالضمير بس لانه اقل حرفا لانه كذا العلالة الموجودة فها ضمير مفرد مذكر ارادوا اطفاء نور الله الظاهر هاي اللي في اسم الظاهر والله متم نوره بالمفرد المذكر الغائب شنو تفتهمون يعني هو المام الحج عليه السلام بعد شنو اكو في هاي الآية الشريفة اهم شي المدار في الآية كلمة النور اللي يريدون اطفاءه واجهزوا كل ما عندهم من الامكانات المالية الاقتصادية شخصيات شبهات ملايين يصرفون على بس يطلعون فتشوفها حتى يصير سبب خلل الاطفاء نور الله بتصورهم كل هذه المقدمات ما يتحقق لأنه الله عز وجل يشبه بشنو بأفواهم استهزئ بهم الله عز وجل ما تقدرون لكن هم يجهزونها يعني يرتبون الامور كله مثال تصور نفسك مكان ابراهيم عليه السلام عملت بواجبك وهو التبليخ دفاع عن الله عز وجل عن عقيدة صار القرار قتلك بشنو الرمف النار انت واقف تتشوف نادى الامير الظالم انصروا آلهتكم شنو سوى جيبوا خشب انت اهنا مزدود على العمود جابوا الخشب مثلا جابوا 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 بمقدار اللي صار بجبل وبعدين جابوا النار وصار حارق وشفت النار دي اسعد شيئا فشيئا بيخوف لو ما بيخوف مينو ما يخاف الا اذا كان مثل ابراهيم الخليل يريدون ليطفئوا نور الله يعني يصلون الى مرحلة حرق النار وحطوا المنجنيق ورموا بابراهيم على صوب النار والله متموا نوره شنو النور شنو المحاربة شنو النتيجة هذا اهم شيء في فهم الآية مثلا الله نور السماوات والارض لازم تراجع مصادق النور هذا النوع من العمل في هاي الأسبوع اذا صار عندك مجال هذا الموضوع او غير موضوع انتخب موضوع اشتغل عليها روح عليها دور الكلمات اي مورد شفتوا كلمة النور في الآيات القرآنية والروايات اتأملوا فيه تستلذون حقيقة ما كن مصداق من مصادق النور ممحارب وشوفوا انواع المحاربة الله عز وجل جعلوا له شريك الكلمات الكذائية بالنسبة للانبياء هم منور بالنسبة للأئمة هم منور بالنسبة للقرآن كتاب منير احاديث اهل البيت كلامكم منور العلماء المقامات الزيارات مساجد كل هذه مصادق النور والهداية مشكة اكون مصداق من هذه المصادق ممحاربة من باب المثال القرآن شلون حاربوا القرآن اولا قالوا حسبنا كتاب الله هاي حرب مع القرآن شلون حرب مع القرآن لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل القرآن والآتب شنو قال قال كتاب الله واترتي لن يفترق فاذا واحد اخذ بالقرآن بلا اهل البيت اخذ بالقرآن او لم يخذ بالقرآن لم يخذ بالقرآن فشعار حسبنا كتاب الله حرب للقرآن لو عملهم بالقرآن حرب للقرآن هاي اول محاربة مع القرآن حسبنا كتاب بعد شنو صار معاملتهم الى يومنا هذا مع القرآن معاملة مع كتاب مقدس هذا زين لموزي قرآن كتاب مقدس لمو مقدس ايه مقدس شنو يشكاله تعامل مع القرآن تعامل كتب المقدسة عند اليهود والنصارى كل احد يقرون مرتب كذا لكن عمل شلون أتروس انحرافات إسه هم ما يعملون لكن القرآن المعجز الخالد لا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين ليش لعد احنا عيننا على الغير ليش ننتظر من الغير يجينا قانون ليش ما نعمل بالقرآن لأن عندنا صار القرآن كتاب مقدس يريد تزوج على كتاب الله مهر كتاب الله يشتري بيت أول شي كتاب الله درس أول شي كتاب الله فاتح واحد ميت كتاب الله قرآن على مدهي الأمور هذه المعجزة الخالدة اللي ماكو بشر على الأرض الآن حتى ولو بشر عادي يقول أنا ديني هذا ودليلي هذا أكو يجي واحد يدعي أنا الآن من الأديان الموجودة أعتقد بدين اللي معجزة حيأكو معجزة الآن موجود شنو معجزتك أنا مسلم وهذا دليلي القرآن شنو معجزة القرآن الآن البشر كل شي داي يسوي ألف سنة يريد يجيب آية من القرآن ما يتمكن سورة من القرآن ما يتمكن يريد يغير القرآن شوفوا تغييرات اللي صار في جميع الكتب إذا كتبنا العلماء محتفظين به بالدماءهم لكن المخالفين شوفوا يوميا يشيلون حديث من صحاحة يغيرون كلمات الموجودة في كتبهم صحيح؟ لكن القرآن قدروا معجزة إذا شنو سبب عجازة اللي عنده معرفة باللغة العربية يعترف بأن القرآن معجزة الجاهل يمكن ما يعترف معجزة موجودة يعني هاي محاربة مع القرآن محاربة مع روايات أهل البيت عالم السلام محاربة مفصلة من مصادق المحاربة الروايات وضع الحديث حرق الحديث شخص يدعي أنا وضعت عشرين ألف أو ثلاثين ألف حديث شخص واحد ذاك الزمان كان وصول أربعمال يأخذ كتاب من شخص حتى أقرأت طيكية يضيف كلمة لا يشيل كلمة لا يشيل ورقة يحط ورقة بدال مصائب اللي إلى الآن العلماء دا يشتهدون يبينون الصحيح عن غير الصحيح كل هذه مصادق يحتاج تأمل هم أهل البيت علموا سلام نور ما منا إلا مسمون أو مقتول لكن الآن القرآن باقي روايات موجودة المساجل الحسينيات المقامات يريدون لي يطفئوا نور الله والله هذه معجزة متم تتصورون يتحملون هذه المسيرة العظيمة الأربعينية يومية دا يشتغلون من الآن شننسوى هاي السنة نسد الطرق نروج نروج شبهات نسوى سياسي حزبي تضارو خليه شوية مثلا بعض الأمور نقول فلان اجت مرة فلان اجت قبل مدة نشره في الخبر أنه في الطفل طفل لا يجيه في منطقة بعيدة في مناطق أطراف طهران وهذا باقي من الأربعينية والمام الحسين أي واحد ضايع ولد من عنده خليه يخاور هاي الرقام مين يروح يفتش وكذا بس يقولون عجيب من الأربعين ليس بعد هذا الولد ما لاقين أهله شوف شلون شياطين أي واحد يخابر على الرقام ما أحد ما يكوي شي له واضح مين كل واحد يروح يدور يسمع يصير شبهة عنده مع أنه وإحنا بعيننا شفنا ولا واحد ضاع ولا واحد مات ولا بشي طبيعي يعني كل شيء أصلا لا يرى يعني أنا احتمال ما أدري أصلا يمكن أن ما يكون فبالنتيجة يشتغل بأشكال مختلفة لأنه ما يقدر يشوف نور ما يقدر يشوف الهداية ما يقدر يشوف آلاف سنة يشتغل الإبليس حتى يأخذ نتيجة إذا يأخذ نتيجة يقدر يعوف المحاربة مع آثار أهل البيت عليهم السلام مثل القبور المزارات أنا شوف شاب واقف عند الرضا عليه السلام خارج حتى ما كان يدخل أصلا أصلا ممتفد أطراف الناس دي يشوف كالنهر كالعين دموع جاري على وجهه يمبين هذا الولد عمره ما داخل مسجد وحسينية وما سامع مجلسه مو أهل هاي همور يمبين منه لكن دي يهتدي بشنو برؤية مزار الرضا عليه السلام هذا العلم اللي يرف تدرون لو ما تدرون آلاف الناس حتى من وراء صفحة التلفزيون من يشوفون قبة الحسين عليه السلام يسير عندهم حالة بكاء توجهه توبه وإنابه شيطان يدري هذا الشي ما يتحمل شياطين الجنة والإنس مجلسي في بحار الأنوار ذاكر باب مفصل روايات تاريخ واردة في محاربة خلفاء مع قبر الحسين عليه السلام يسير إنسان حي حاربكم حاربوه المزار شنو بيش ما يتحملوا حقيقة الحسين عليه السلام سفينة النجا فلازم يؤخذ هاي السفينة في هاي الباب من البحار إذا تراجعوا يذكر رواية من زيد المجنون اللي هو يجي وصل للبغدال حافي لما سمع أنه قبر الحسين عليه السلام هده لما وصل إلى الكربلا عفوا بغداد في طريق إلى كربلا شاف البهلول حلو يعني هو يسمى بالمصر بالمجنون وصل إلى بغداد شلون هاي البغداد الشبير شاف منه البهلول اللي أيضا يسمى بالمجنون اثنيناتهم واحد سأل عن الثاني أنت ليش جاي هنا اعتمد ما خاف قال أني جاي على زيارة الحسين عليه السلام سمعت أنه قبر السيد وولاي مهدوم جاي دافع أنا لا أريد نفس الشي بس كنت أدور شخص خلي نمشي سوء يعني بالبلد مهكو ولا عاقل بس لازم يجنون يجي يدافع حقيقة أنا دول عاقل للعقال فلما وصلوا إلى الكربلا ليلا لأن كان يمشون بخوف وسر ما يساعدهم سؤال أو سئله أو مر على أذهانهم الآن شلون نلقي قبل الحسين لأن مذكور أنه ولا أثر باقي لكن لأن مؤمن يعلم أن الله عز وجل هو وعد أنه متم نوره فلابد من وجود أثر فلما وصلوا ليلا إلى هذا المقام هذا المكان العظيم الشريف رأوا عمود من النور من السماء إلى الأرض على موضع قبل الحسين مد هناك بقى صاروا صديقوا يهذا المسؤول الشرطة بعد ما كان يمنعهم كان يجون يزورون الحسين عليه السلام يوم من الأيام خاطبهم هذا المأمور قال أنا صار لمدة هنا ومأمور من قبل المتوكل بتخريب وهذا وجريان المياه وهيجان الحيوانات على صوب القبر المقدس وشفت معاجز ليش أنا إلى الآن غافل ومدفتهم الله عز وجل يحتفظ بهذا القبر وعني متوكل جاي ليش متوكل جاي وهو ابن رسول الله صار من أهل الهداية تشيع رواية مفصلة إذا مأمور مسؤول الشرطة قبر الحسين عليه السلام يهديه فكيف بالآخرون فما يتحملون النبي صلى الله عليه وآله وآله كان يتكلم كان يقولون هو ساحر اللي يريد يروح يم أولا لتروحون ثاني إذا رحتوا عطوا في شيئ ذانكم حتى لتسمعون سحره ما يخلون الناس يجون قبل المدة شان جاي من الجزائر مجموعة شفيتهم يقولون تأثير زيارة الحسين أكثر من كثير من الأدل إنسان من يشوف من قريب يتأثر بهذا المزار المقدس الله عز وجل كتب هكذا يقول رجع المأمور هاي آخر الرواية لا بأس بذكر حتى أكمل رجع هذا المأمور المسؤول الشرطة إلى بغداد دخل على قصر المتوكل يقول المجنون أنا مرجعت معه لا أنا أدري هذا المتشيع هذا المستبصر ما يخلوا حي يقتلوه لأن إذا يبقى حي يصبح سبب هداية الآخرين فدخل في القص بعد لحظات شفت جناسته ممثل يعني صار بتمثيل ذبه خارج القارج شفت جناسته هكذا شلتها غسلتها كفنتها وجبت بالوادي ذفنتها وقعدت على قبر أقر قرآن فادمر سمع صوت علامة علام عماري سوداء وجمعية ملابس سوداء سأل شنو منه ميت متوكل قال له لا هاي مغنية والمتوكل ميت هذه الجمعية وهذا الناس هاي الصوت الصياح وبالشي على مغنية والمتوكل كان يضرب على رأسه مجنون ما يخاف بعد وكان يقرأ الحسين عليه السلام يقتل فيدرك بين المسلمين هكذا ثلاثة أيام والمغنية في بلاد المسلمين هاي العظمة والعماري وعلم وناس ومشيعين هاي شلون اسلام لكن شنو صار وين المتوكل من يدري قبره وين لكن قبره الحسين عليه السلام مائة مليون أقل أكثر كل سنة يزورون الحسين عليه السلام أعظم مزار في العالم مزار يعني مو زيارة استلاحية مالتنا أعظم مزار في العالم لا يزوروا ثلاث ملايين في السنة مائة مليون قل أربع ملايين قل خمس ملايين إسا المكة اللي أعظم شيء عشر الملايين وين وات مليون ما يتحملون حقيقتان بعد ذلك نفهم سبب مجيء الزهرة سلام الله عليها خلف الباب مو من جهة المصيبة يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره مؤسس الله عز وجل إعجاز لا كله بطرق عادية بقاء قبر الحسين عليه السلام بعض الموارد إعجاز كثيرا ما كان عن طريق الهداية أسباب عادية 99% أسباب عادية أرادوا إطفاء نور أمير المؤمنين عليه السلام لكن لابد من بقاء هذا الإمام وحق هذا الإمام وهذا ما يصير إلا بشيء واحد لازم يتبين هؤلاء شلون الناس وهذا ما يتبين إلا بمجيء الزهراء سلام الله عليها خلف الباب أكو بعد طريق فكروا غير الزهراء سلام الله عليه إذا سلمان يجي إذا أبي ذري يجي إذا غير ما يصير لازم أمير المؤمنين لازم الزهراء سلام الله عليها ولابد من خفاء قبرها حتى هذا القبر المخفي يبقى سبب ل بقاء نور الله عز وجل أخفي قبره حتى يبقى نور الله عز وجل باقي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه ما اللهم تم نوره حقيقة إلى يوم القيامة ماكو جواب لأي إنسان مخالف عن هذا السؤال لماذا أخفي قبر الزهراء سلام الله عليها هذا نور خفاء قبر كما أن وجود هذا المزار العظيم هداية خفاء قبر الزهراء سلام الله عليها هداية اليوم واحد سأل تتفضلت أن عند ظهور الإمام عليه السلام أيضا القبر مخفي ليش المشهور أنه الإمام يبين موضع القبر قلت لا هذا مشهور بس بلا دليل وسند معتبر ليش الشاهد على خلاف ذلك الله عز وجل له ليلة خاصة وهي ليلة القدر مخفي بين ثلاث ليال كما أن قبر الزهراء سلام الله عليها مخفية بين البقي والبيت وبين المحراب والمنبر إذا الإمام الحجة عليه السلام يظهر يبين ليلة القدر أكو رواية أكو دليل وما أدرا كما إمام هو يعلم ليلة القدر لأنه هو الحج الذي يأتوه بالصحائف والأعمال لكن على الظاهر الإمام لا يبين حتى بعد الظهور وفي الرواية أن فاطمة سلام الله عليها هي ليلة القدر فإحتمال أكو هذه الحجة لازم تبقى إلى يوم القيامة الله يوفقنا يوفقكم لأنه استفيد من هذه الأيام في فهم القرآن وفي فهم الحديث بس توصية آخر أي واحد أي شيء اللي يحب خلي يعمل إذا أنا أؤكد على الشخص أنه خلي وقتك على كتابه ما يحب الكتابه فما يستفيد من وقته السيد صادق الشراضي الله يحفظه أنا سألته أنا ما أحب الكتابه شنه يسأل إذا غير الكتاب عمل قال أنا أيام اللي كنا في كربلا نذرت يومية بعد صلاة الصبح ساعة أكتب ونذرت شنه أدفع في المبلغ قال المبلغ يعني مو هواية بس مو هم قليل لأن إذا قليل الإنسان يدفعه ما يكتب لا مقدار اللي إذا صار يومي ثلاثة أيام أربعة أيام وخمسة أيام يصير واية علي فعينت مدة هذا ليس الأخير عمر الإنسان في المدة مثلا شهر إذا صبح يومي أكتب ساعة كتبت إذا ما كتبت على كل يوم مثلا أدفع خمسة آلاف عشرة آلاف فمو على مدهي المبلغ بس هذا صار مشوق إنسان يقعد يكتب يعني إنسان يعرف نفسه لكن اللي ما يحب الكتابة من يجبر الآن على الكتابة يحب قراءة خليه يقرأ يحب يروح للتبليغ خليه يروح للتبليغ يصعد منبر خليه يصعد منبر لي تقول أنه مثلا أنا بعدني أول الطريق أنا بعدني أحتاج كذا من كل المنبر أمام ألف عشر نفرات مجلس نسائي بس أقوي نفسي لأن بالبيان يتبين وين قوي ووين بإشكال وضعف جمعوا شباب الأولاد علموا كثير منهم حتى صلاتهم بضعف نقوي عباداتهم والله عز وجل من وراء القصد وهو الموفق المستعان بركة الصلاة على محمد وعلي محمد محمد ترجمة نانسي قنقر شكرا